اللي هو مثلا يعني قال ازاي انا هتتجوزي واحدة يعني ولا ايه ها تتجوزي رجروج يعني ولا ايه عايز اقول لكم بالمناسبة كلمة رجروج دي اللي هو مش راجل يعني اللي بيكون اللي بيمشي كلمة الستات بالمعنى اصح وعايز اقول لكم مش المفروض ان علشان خاطر والدتك فانت كذا لا دي حاجة ودي حاجة والزوجة بكلها معاملة وطبعا الام كذلك بكلها معاملة وكل حد بكل معاملة سبحان الله زي ما ربنا قال زي ما ربنا قال بالزبط خلاص فمش عشان انت يعني عشان انت والدته يعني هتيجي بقى يكون لك قضى معنا في الشقة لا يعني ما ينفعش هنا بقى وستوب خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه ان شاء الله يارب تكونوا بخير بحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملنا مع بعض عايز اقول لكم اخر فيديو تقريبا بالوه شهر واسبوع حاجة زي كده شهر ونص فحشتوني جدا وان شاء الله تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب واللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقدين وما تنسوش اخوتنا من الدعاء من الدعاء كل يوم ما تنسوش ربنا معاهم يا رب ويكرمهم باذن الله تعالى اللهم امين يا رب العالمين نهاردة ان شاء الله انا عايز اقول لكم على القصة حصلت عندنا في الشرقية بصراحة القصة دي مؤثر فيها جدا 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 يعني هي طبعا كانت من الحمى مع مرات الابن وانتهت بصراحة انتهاء الانتهاء بتاعها كان سيء جدا 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 محدش يتمنيه ابدا فهنتكلم مع بعض كده ونشوف كده وناخد مع بعض وندي مع بعض ونشوف هراء بعض كده في الموضوع ده وانتظروا اخر الفيديو عايز ااخد رأيكم في حاجة مهمة جدا 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 اه جالي سؤال فان شاء الله باذن الله اتفيدوها في التعليقات باذن الله وهنسمي بقى بسم الله عايز اقول لكم اه بجد الموضوع النهاردة شيء جدا 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 هنسمي بقى بسم الله كده واحكي لكم بقى القصة من اولها عايز اقول لكم حصل عندنا في الشرقية هو من فترة مش لسه جديدة بس بصراحة يعني كانت من حاجاتي المهمة جدا نتكلم مع بعض فيها عايز اقول لكم كانت بنوتا عندها حاجة وعشرين سنة متزوجة عندها تلات اطفال عايشة ما شاء الله فتحة بيتها وبتربي اولادها ومش عايزة اي حاجة من الدنيا غير ان هي زي اي حد بتربي اولادها وبتتلق فيهم وزوجها بقى كان مسافر وكده بانا قد فهو كان مسافر بقى بشوف اكل عيشه وكده فكان بيبعت لزوجته كل شهر ست تلاف جنيه فاحنا عارفيني النهاردة بصراحة حتى في الغلل اللي احنا يعني دنيا غالية جدا وفيه اطفال فيه تلات اطفال بيصرفوا وفيه بيت مفتوح فطبعا والدته استقترت عليها جدا 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 ست تلاف جنيه يعني ايه تاخد ست تلاف جنيه وانت قاعدة في شقة وبتاع فكل شوية بقى كانت تناحي فيها كل شوية تحارف فيها كل شوية تقطعنها مثلا تطعنها مثلا ممكن الكهرباء ممكن الميا مش عارفة ايه فكانت صعبة جدا جدا فزوجة كانت عايشة وعايشة يعني مش عندها ايه مشاكل وبتربي اولادها وبتتلا فيهم وبتروح بيت ان كان بيت اهلها مثلا تزورهم وترجع تاني ما تقدرش يستغنى عن بيتها وبس ولكن اعيز اقول لكم طبعا جات في يوم حمدها وطلع معاها ابنها اللي ابنها اللي هو اه تقريبا اصغر من اه من زوجها من زوج البنت فهو طلع معاها في يوم فطلعوا ليها فتقريبا حصل مشاهدة بينهم فهم بقى بصراحة تصرفوا معاها ازاي مع البنت يا عيني هي بنت طيبة جدا جدا عايز اقول لكم هي من فقوس واهلها طيبين جدا جدا زي البنت بالزبط طيبة البنت كده عايز اقول لكم حصل مشاهدة بينهم وبعده كده خلصوا على البنت خبطوها في دماغها اه اه ضربوها على دماغها جامد فالبنت وعد فبعد كده خلصت خلصوا منها بعد كده اخدوها بقى على المستشفى عايز اقول لكم الكلام ده حصل مسلا للنهاردة والاهل مش عارفوا بالخبر ده خالص غير تاني يوم اخد البنت نزلوها كده من الدور اللي فوق على البيت عندهم تحت وبعد كده اخدوها ودوها المستشفى واتفعوا مع الكلام ده طبعا على لسان الاهل تفعوا بقى مع المستشفى وبتاع انه هم ان البنت كانت جاية لنا متوفية وحصل الهبوط للبنت علشان كده توفها اللو ولكن الاهل هم بيشوفوا بنتهم هناك في المستشفى طبعا كان فيه اصار خبط جامد جامد عند الرعبة كده من فوق وكان فيه خبط على الدماغ فعشان كده ده سبب الوفاء فالأم بقى وباباها وولدها وكده هيتجننوا احنا عايزين حق بنتنا احنا بنتنا تخبطت وماتت انتوا يتمتوا تلات اطفال انت عارفوا انت عملت ايه انت يتمتوا تلات اطفال زنبهم ايه ابنك زنبه ايه ابنك زنبه ايه ومضيع حياته كلها في السفر يعني بيجي بسافر عشان يجيب اكل عيش لأولاده وفاتح بيت انت عملت ايه كده انت يتمتوا تلات اطفال تلات اطفال شافوا اممه هي بتموت تلات اطفال شافوك وانتوا بتعذبوهم يعني ايه يعني انا مش فهمة يعني ازاي طيب ازاي يعني اجالك قلب ازاي انت مش عندك مش عندك بنات مش عندك اولاد ازاي ما تخفيش يعني تتيل لف في البنت ديز ليه مفروض كل حد كل حد ان كان حمق او مراتي الابن او الزوج او اي حد يتيل لف بعضه يعني هيحصل ايه يعني لو تعاملنا بما يرضي الله هيحصل ايه لو الناس يتعاملت كويس هيحصل ايه لو لو اتقينا اللف في الانسان اللي معانا وفي الانسان اللي معانا وانت عملتها زي بنتك وهي تعاملت زي والدتها بالظبط هيفرق ايه معاكم انا مش فهمة بصراحة يعني اعشان 6000 جنيه تستكتري على اولاد ابنك الشقيان التعبان بيوم ما هو لو شاف كده مش كان هيبعت لها لكن الدنيا غالية جدا كان اطفال عايزة اكلوا شربوا مبامرز وحاجات زي ما احنا كلنا عارفين فانا عايزة لكم تدعو الصارة كثير جدا جدا ربنا يرحمها ويخفر لها يا رب وان شاء الله تاخد حقها باذن الله باذن الله يا رب وما يحصلش كده تاني خالص وياريتني اتيل لف بعض وياريتني خاف على بنات الناس ونعملهم بما يرضي الله هتمنى يعني الحاجة التانية بقى عايزة اقول لكم فيه بنوتة هي مخطوبة وكل حاجة بس خطيبها عايزة اقول لكم بيعملها كويس جدا هو طيب جدا 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 ولكن والدته مسيطرة جدا جدا يعني لدرجة كبيرة ما تدرش تتخيلوها ابدا يعني عايزة اقول لكم والدته مثلا هقول لكم ازاي هي مثلا تقول لهم هم عادين ايه ده انا هيكل اضاف عندكم في البيت لازم يكل اضاف عندكم في البيت وانا هجيب بنتي مثلا واجيب ولادي واجي اقعد معاكم في البيت فاهميني مثلا لو حصل اي حاجة او اي خلاف او اي هم عادين مع بعض كده اخته تزعق له مثلا وهو ما يقدرش يرد عليها ممكن مثلا والدته مثلا تقول له كلام جارح مثلا هو او مثلا تقول له خطبته كلام كتير هو قاعد ما يقدرش حتى يقول اي حاجة خالص 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 فالمواكف دي كلها بصراحة صعبة جدا فطبعا والدها قال انا مش هجاوزك لواحد بالشكل ده لا انت هتجاوزك بكرة النهاردة تجي لي بكرة فما ينفعش الكلام ده فطبعا هي مش عارفة تعمل ايه هو طبعا ملوش كلمة خالص كلمة كلها كلمة والدته هو كان متفقين يعوده في مكان وبعد كده والدته قالت لا اه هو مش هيبعد عني وهيجي البيت وهيقعش معنا ويجبن كل قضى هناك انا وبناتي فبصراحة الوضع مش عارفة انا شايفة ان انا بصراحة نصيحة ليها انا شايفة ان الجوازة دي اه ما تنفعش خالص خالص ويكون في مشاكل يعني بصراحة يعني شايفة طبعا بعد ما تصلي صلاتي الصخارة اه انا شايفة يكون في استقلال يعني عادي نكون الناس كويسين مع بعض نكون كويسين مع بعض وريبين من بعض ولكن كل واحد يكون في مكان دي ما فيهاش اي حاجة خالص هو استقرار وكل واحد بكل خصوصية دي ما فيهاش اي حاجة حتى امهاتنا كل حد بكل خصوصية فلازم لازم لاحترم الحتة دي علشان انحنا عندنا اولاد فانصحوها كده في التعليقات وكتبو لها رأيكم ايه وان شاء الله بإذن الله اعجب كل التعليقات وهي اعط이나 كل التعليقات ان شاء الله آآ ماتنسوش تدعو الاسرة كتير جدا 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 ما تنسوش تدعو الاخوتنا كتير جدا 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 ربنا معاهم يا رب. واتمنى لكم ان شاء الله بازن الله آآ سنة تكون سعيدة عليكم. تمنى لكم ان شاء الله بازن الله ربنا يفرجها عليكم جميعا يا رب. ورمضان يدخل كده بازن الله بازن الله. وكلكم تكونوا كويسين. وربنا يفرجها عالجميع يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. كسفهم الدعاء اليومين دول. كتير على قد ما تقدروا. ربنا يرزق الجميع يا رب. اللهم امين. واشوفكم ان شاء الله بازن الله فيديو جديد واي حاجة اي حاجة كتبولي في التعليقات وان شاء الله نكون مع بعض بحبكم في اللي استوضاعكم الله السلام عليكم وحتى اللي بركتكم مع السلامة